وأقولك إليه لجنة الحتراف في فترة السابقة كانت تسمح بالتسجيل للأنديه اللي عندها ديون أو تسمح بعادة الجدولة وبالتالي تتراكم هذه المشاكل حتى وصلنا إلى هذه المرحلة كان مفترض في الفترة السابقة أو يعني عندما بدأت هذه المشاكل تضار عصطها أن يكون هناك طرارات عاسمة ما تسجل إلا لما تسدد ما تسجل إلا لما تدفع وبالتالي في الوقت السابق كانت المشاكل أقل لكن لما تركت هذه المشاكل حتى تتراكم أصبحت الآن عبئ كبير جدا على أندية المملكة العربية وحتى على أعضاء الشرف لا يستطيع عضو الشرف أن يسدد مثلا 100 مليون أو 200 مليون وبالتالي أنا أعتقد هذه المشاكل ستستمر هذا بالنسبة للجنطراب بالنسبة للهيئة الرياضة كانت أيضا تتدخل في هذه المشاكل وكانت تؤجل هذه المشكلة وحنا شفنا كثير من الاجتماعات حدثت في فترات سابقة وسمح للأندية أنها تقترض لتسديد هذه الديون بفواعد للبنو وبالتالي أيضا هذه زادت من مشاكل الأندية المالية أيضا سمحت للأندية أنها تجدول وسمحت للأندية أنها أيضا تتفق مع اللاعبين بحيث أنها تؤجل المستحقات اللاعبين وبالتالي أنا أعتقد المشكلة في الأساس هي هيئة الرياضة ولجنة الحراف هيئة الرياضة أيضا للأسف لم تضغط على رؤساء الأندى السابقين لتسديد مديونياتهم وتركتهم يرحلون بدون أي تسديد أيضا لم تفعل الجمعيات العمومية كانت جمعيات عمومية في الأندية الشكلية لا تحاسب ولا تتابع النادي وبالتالي كل هذه المشاكل تراكمت حتى وصلنا إلى ما وصلنا إلى في الفترة الحالية لذلك الآن نحن ناشد هيئة الرياضة والاتحاد السعودي القدم الجديد للنظر لهذه المشكلة لأن هذه المشكلة لا تستكون عواقبها كبيرة جدا عند السعودية ممكن نشوف أندية عريقة تهفط إلى درجة ثانية بقرارات من الفيفا والمؤشرات واضحة الآن الاتحاد الآن يعاني الشباب يعاني الأندية أخرى تعاني ولكن مشاكلها لم تظهر على السطح حتى الآن ولكنها ستظهر في القريب العاجر